اذا معنا الان حارس المنتخب الوطني نادر المياغري اذا اول سؤال كيف تشوف هالتربس الاعدادي باسبانيا الحمدلله فالماسكار دايز بخير على خير والحمدلله فكل الدروف ملائمة واحنا نستعد بكل جدية يعني عندنا تمارين صباح وبالهشية وكل جاز ان شاء الله تمثيل المغرب يحسن تمثيل ان شاء الله سؤال ثاني حول يعني بعد الاصابة ديالك وبعد العودة ديالك للميادين كيفاش كيشوف نادر الحالة الصحية دياله اليقى البدنية الحمدلله فبعد الاصابة رجعت يعني نقولك دبا مئة في المئة بحكم ان انا جريت ثلاث مقابلة متابعين يعني لعبت دير بي ومورا بمقابلة من انجلة كانت نادر المغرب فاسي ولعبنا ضد اسفي يعني المياغري حاسب راسه مياه في المياه جاهز ودائما تقوله الاختيار تبقى المدرب هو الي عنده الصلاحية يلعب شكل كين بالنسبة لتجربة كأس افريقيا شنو يمكن يقولنا نادر المياغري على هاتتجربة وكيفاش كيشوف حضود المنتخب الوطني في هاد الكأس الافريقيا المقبيلة؟ تجربة دي المياغري في الكأس الافريقي اللي مرت فكان في الاحتياط ولعب مقابلة واحدة هي يعني في غانا و اللي غادي نقولك هو ان المقابلة الاولى اللي غا تكون ضد تونس هي المشتاح ديال انتلاقات ديال ان شاء الله لحققنا ثلاثة النقاط فنقولك بعد خمسين في المية ديال تأهل ان شاء الله للدور الربع ونحن نجد المقابلة كل مقابلة ويعني كل مقابلة عند الصيفة ديالة يعني اللعبو تونس عاد نشوفه القابون عاد نشوفه اخر مقابلة وان شاء الله نحقوش نتيجة ايجابية في هذه المقابلة شنو اخر كلمة اللي تبغي تقول المحبين ديال نادر المياغري ومحبين ديال المنتخب الوطني ولا غادي نقول هو غادي نتنشكر قهل المحبين ديال نادر المياغري بحكم ان طلقت ايشاء اليوم على ان المياغري مصاب فالحمد الله انا موجود يعني مئة في المئة ما كلا اصابة ولا ولا غير واللي بغيت هو تنشكرهم وتنزيد نشكرهم بزاف بحكم ان كل تصل تطمن على الصحة ديالي وان شاء الله نحقق لهم واحد نعطيهم واحد الجزء ولو بسيت من ذاك يعني التضحية اللي ضحاوا معايا وفطيلة الاصابة ديالي وكانوا تتمنى طمأنه على الصحة ديالي فانتمنى انني نكون قد يعني نردلم واحد الجزء ولو بسيت من ذاك الحب ديال المغاربة كله ان شاء الله اذا شكرا نادر المياغري نعفو اشتركوا في القناة